اشتركوا في القناة من خلال ايواء ودعم المنظمات والجماعات الارهابية متبوعا بالتدخل في شؤونها والتأثير على وحدة شعوبها وتألفها وقالت الرابطة في بيانها ان الاجراء الذي اتخذته دول الخليج الثلاث وشقيقتها من الدول العربية والاسلامية يهدف الى ايجاد الضمانات اللازمة لحفظ امنها والاستقرارها ودحر عاديات الشر عنها وكل متأمل بصير يدرك ان هذه الدول بتاريخها الحافل النموذج الامثل في رعاية الجوار والاخوة والصداقة والاعتدال والسلم لم تتخذ مثل هذا القرار لو لا انها حملت عليه لحمايتها من مخاطر التطرف والارهاب